السلام عليكم ورحمة الله وزيكم يا ربي تكونوا بخير النهاردة هنقضي مع بعض بقى روتين حلو جدا روتين كله كده حاجات كتير هتشجعكم يعني جيت طبعا صحيت من نوم وفترت وفترت ولادي وبعد كده خلت قلت ابدأ اول حاجة بالبلكونة كانت مليانة تراب كتير جدا كان بقى لي بصراحة كم يوم كام مش بعمل فيها اي حاجة ولا بدخلها ولا اي حاجة فقلت بقى ايه ابدأ بقى هي الاول لان الجو كمان بدأ يحرر اول ايام دي ايه وانا بصراحة مبطيقش البلكونة بعد الظهر بيخش بقى فيها شمس وبتبقى صعبة اوي فالمهم دخلتك يا بدك تحول الساعة عشرة قلت ابدأ بيها ايه جبت الاول سبت الورد دوت بتاع اللي اللي انا حط في البلكونة قلت اخسله الاول لان طبعا مليانة كمية تراب كتير هو بصراحة جميل جدا انا عجبني اوي ان هو بيتغسل معايا وبيرجع اكله لسه جديد عشان طبعا بلاستيك لكن الورد الطبيعي طبعا بيكون اجمل اه وكمان بيدي كيه راحة حلوة للمكان بس انا بصراحة بخاف او من الورد الطبيعي ده من كزا حاجة يعني ايه اه في ناس كتير او بتقول ان هو بيموت بسرعة وكمان بيلم حشرات وانا بحب الكلام ده بصراحة المهم كده جبت الفرشة بتاعتي بعد ما غسلت بقى الورد وصبته ينشف اه جبت بقى دلوقتي فرشة وقلت للم الاول التراب من عسطور لان السطور عندي برضو هنا بيلم تراب جميد اوي او عمتا هو اللون الاسود اصلا بيبام فيه الكلام ده جدا اه ومهم قلت امسح الاول السطور كالتراب من عليه وبعد كده عشان لما اجيب الفوتا واجه امسحه بقى بالفوتا والمية ما يبقاش مجاير معي فجبت كده الفرشة ومسحت بقى التراب وبردو هشوري التراب من عالكراسي زي ما بقول لكم بقى لي فترة ما مش بدخل لبلكونة فلم التراب كتير اوي حتى الكراسي برضو كان عليها تراب كتير اوي بستو؟ كمان انا كان بقى لي سافرت اسكندرية كده يومين فحتى ما كنتش بدخل انشر يعني فعل ان ما كنتش موجودة اه خلاص كده ما سيحت بقى الكراسي هجيب برضو البرد دوت واخرجو برا كده بقى وابدأ اشيل بقى النجيلة ونفضها كويس جدا لان طبعا كانت ملينا تراب واكد طبعا تحتها برضو بقى تراب لان كان بقى لها فترة مفروشة كنت حتى مجنة يعني اعمل بلاكونة وكنت مكنسها بس تكابل مكنسة فهنفضها كده كويس جدا وبعد كده هسيبها بقى على الاسطور وهبدأ اكنس الارض في ناس كتير اوي سألتني عن نجيلة دي حلوة جدا عاملة زي لو انتو تعرفوها يعني عاملة زي الحصرة بتاع الزمان كده هي شبيهة لها شوية يعني هي عاملة زي البلاستيك فعادي لو انت حتى غسلتها بمية مفيش فيها اي مشكلة يعني بتنشف عادي ومفيش اي حيج حاكمس بقى الارض طبعا كويس جدا بصتوا هنا كان في معلقة كيس سغيرة طبعا دي خلاصها تترمي لاني كان بقى لها كتير في البلكونة وانا بضمنش بقى ايه اللي ميشي عليها ولا ايه اللي حصل فيها فبصراحة خلاص بقى رمتها جبت بقى المساحة بتاعتي هنا انا المساحة دي لها غيارين فانا جبت اول غيار مسحت بها الحيطان كلها بتاعت البلكونة اني طبعا حست اني اتطرابت جدا من الصور بقى ومن الكراسي طلع طبعا كمية تراب كتير جدا فمسحت بصراحة بيها بقى الحيطان ومسحت بيها الباب الألموتال بس ما صورتوش لاني بيعكس كاس صورة وانا طبعا ما مش بظهر لسه فالمهم للوقت انا مسحت كده الحيطان وبعد كده اجبت الغيار التاني روح تحطها بقى قلت امسح بالأرض جاملة جدا المساحة دي انا كنت حط فيها اللي هو الديتول الديتول اللي هو السايب ده فهو تلاقيه لونه كده اورنج شوية المهم همسح بيه الأرض كلها بقى هي المساحة دي ما بقولكو حلوة جدا انا كنت جايبها اونلاين كانت بمئتين جنيه عشان بس برضو في ناس سألتني عليها كتير بس هي رخصة بعد كده انا شفتها بعد كده بمئة واربعين جنيه وشفتها برضو في جروب تاني كان بمئة وعشرين فقبل ما تشتروا يعني دوروا في كذا جروب هتلاقوها ارخص شوية انا استنى كنت جايبها من بقى لي فترة يعني ممكن ديكون اول ما طلعت فشان كده كتغلي شوية هجيب بقى السجدة او النجيلة دي هفرشها بقى خلاص الارض طبعا كنت نشفت بس انا خالص لما تنشف خالص وبعد كده بفرش النجيلة بقى انا كمان كنت جايبها النجيلة دي كنت تقصها بقى لقدر بلكن بالضبط فتبقى سهلة معايا جدا هحط بقى كل حاجة تانية في مكانها بقى خلاص انا كده ايه يعتبر مساحت الارض وفرشت تانية انجيلة همسح الاول بقى الكراسي جبت الجردل بتاعي الحلو ده حتى برضو في شوية ديتول صغيرين وشوية مية سخنين كده عشان برضو يساعدوا يعني في ايه 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 ترابة اي حاجة يعني بيتشيلها اسرع خلاص كده همسح بقى الكراسي كلها وبعدك ايه طبعا همسح الاستور برضو انه انا كده ايه شيلت بس من علي التراب لكن لسه ما كنتش مسحته بالمية زي ما قلتلك انا كده طبعا لازم الاول اشيل التراب من علي عشان خاطر الاستور بتاعي ما يجيرش البلكونة عندي بصراحة بتاخد مني وقت شوية في العميل لان هي كبيرة وكمان فيها حاجات كثير وكمان السور ده بياخد مني وقت في تنظيفه جدا جدا لان طبعا السور الاسود او السور الحديد اصلا بيكون فيه بقى تفاصيل كثير وحاجات كثير فبياخد مني بصراحة وقت بس انا على قد ما قدر يعني حاولت ان اختصر شوية لان ايه كده كده اصلا مهما امسح فيه اول ما بينشف بتحس ان انت كأنك ما عملتهوش فمسحته يعني طبعا على قد ما قدرت بقى ونظفت برضو الدنيا كده وطبعا كده الورد القلوس اللي كان نشف جبته بقى وحطته مكانه وجبته بقى دلوقتي ثبت الغسيل بتاعي كان عندي كده دورين غسيل كنت برضو اول مسحت من النوم كنت حطيتهم على طول دول كانوا معنا بقى واحنا مسافرين فطبعا جدي غسلتهم كده على طول وبعد كده هنشرهم برضو بصو بقى بدأت ان هي الشمس تطلع بقى الساعة دلوقتي كانت حوالي 11 كده اه الشمس بتيجي عندي بقى الساعة 12 بقى بتملى البلاكونة كلها اه بصراحة ما بطيقش تدخل البلاكونة خالص في الوقت ده خلاص كده خلصت بقى النشرت يعني الدورين اللي هم كانوا عندي اه وهنا خلاص البلاكونة بقت نضيفة وجميلة جدا جدا طبعا مسحت بقى الكريس كويس وبتحت طبعا الترابيزة اه وهلوقتي هدخل بقى جوة ابدأ اعمل بقى قلت الاطفال لاني برضو كانت مبهدلة اه وكمان الجو كان حرز ما بقولكو فقلت هشيل بقى خلاص الدفايات دي الدفايات دي يعني بتدفرش بصراحة في الساعة قوي لكن اللي من دول ملهمش اي لازمة خالص لاني كده كده احنا لست ايه بنتغطى برضو ببطاطين وكده فبس البطاطين خفيفة انا خلاص شلت للحيفة لان الحيفة بتدف اكتر الفايبر اصلا عامة او الفايبر بيدي سخنية جمدة جدا اكتر من البطاطين يعني المهم طبعا شلت للحيفة بقى قلت هبدأ اخسل بقى فيهم واحد واحد كده اه وانضغطت الولايات الايام دي بالبطاطين اللي هي الخفيفة هنا بقى جبت فوتا كافيها برضو شوية دي طول اللي انا قلتلكوا عليه ده اه ومسحت بالحيطة اللي هي جنب السرير لاني بيكون فيها اه بصمات ايدي الولايات بقى لاني هي جنب السرير على طول فمسحتها وبقت نضيفة وجيت دلوقتي شلت بقى المشاية اللي بين السريرين اه وهبدأ بقى اقدر اشيل المفارش اللي على الكنابة دي لاني هفرش لها الكسوة بتاعتها دلوقتي هنفضها بس كده كويس وبعد كده الاول هاكمس بقى القوضة هنا انا بصوا بجر كده الكومودينو شوية اللي برا لاني بيكون تحتيه حاجات كتير جدا بصوا بقى تحتيه بلاوي يعني اه لاني طبعا ده قوضة اطفال فهم زي ما قلتلكوا قبل كده بيممكن يرموا اي حاجة ورا الكومودينو فبتقع وراه فانا مش بشوفها فلما باجي بقى هنفض القوضة قوام صحة اه بجروا كده القدام شوية باكمس تحتيه وخلاص كنست بقى كده القوضة كلها وبعد كده جيت بقى على الورق كنبة اه جرتها بصراحة لاني كنت عايزة برضو اكمس كده تحتها طبعا كنست مرة اولانية كانت تحتيها حاجات كتير جدا بس مش عارفة يعني انا ليه ما جبتاش اه ودي المرة التانية بقى كنستها تانية اللي كان فيه تروب واجب بعد كده بقى مسحتها همسح هي الاول تحتيها كده عشان بعد كده رجعها مكانها بقى وابدأ ان انا امسح بقى القوضة خلاص كده انا بصه هنا بقى هغير المسطحة خالص هجيب الجردل بتاعي بقى عشان طبعا انا بحب الجردل جدا اكتر في المسح بقى الشقة لاني بملماية بقى وبيساعدني اكتر يعني بحس بقى ان انا مسحت هرجع بقى كده الكنابة مكانها هجيب بقى الجردل بتاعي ده حطيه برضو في دي طول وبعد كده هبدأ ان انا امسح الارض بقى كويس جدا طبعا بقى انا ممكن اا اا كنت حطي كلورم في مي وكده بس انا بصراحة مش بحب اقوي كلور بحسط ان هو ايه اا مش بحب روحت اقوي في المسح يعني بس طبعا انا لازم كنت تمسح vi اي hazardous دي لما كان فيه طبعا الكورونا وكده ولسه برضه فيه والله بس ايه ربنا يسترها يعني فاجت دلوقتي كده مسحت بقى بالديتول بس مسحت طبعا القودة كلها بقى طبعا انا زي ما قلت لكم مسحت تحت الكنبة كده خلاص فهمسح بقى بقيت القودة وبعد كده هفرشها بفرش بقى المليات اخر حاجة خالص لما افرش السجاد عشان تكون طبعا يعني اخر حاجة وخلاص على كده هسيب بقى طبعا القودة تنشى في الاول طبعا انا كده كده كنت خلاص مسحتها وبعد كده بقى هفرش بقى استجادة والحفظة بفرش للحفظة لاني طبعا عندي قودة اطفال فبيبقى هدلوها بسرعة قوي ايه فانا عندي كزا واحدة فبقى هحب بقى ان انا اشيل دي واخسل دي فبحب اتغيري يعني فيه كان بقى لي فترة ما فرشتش الكسوة دي فكت غزت لوكة نديفة يعني فطلعتها بقى قلت فرشها النهاردة مع القودة بقى وهي نديفة كاو ممسوحة وكمان التغيير حلوي يعني انا اصلا بزهق بسرعة فهي كانت طبعا ايه تغيير يعني من لون للون فطبعا حلوة جدا بس انا بصراحة مش بحب اللون الرغمق ده لسبب واحد انه بيبقى فيه اي بقى بيبقى فيه قوي خصوصا مع الاطفال يعني صعب قوي بصراحة المهم دلوقتي فرشتها هو وبعد كده حطت بقى المخدات بتاعتها وهفرش الارض كويس وهفرش بقى المشالة بين السراير دي وهفرش بقى دلوقتي الملايات بتاعت السراير بس طبعا مش هجاها معاكم انه جبتها معاكم كتير جدا جدا اه خلاص جا فرشت بقى الملايات بتاعت السراير طبعا ما فرشت بقى خلاص دفايات لان الجو مش محتاج دفاية احنا تحت يعني فوق الملايات مش محتاج خلاص دفايات كفاية قوي البطاطين الليل الخفيفة شوية دي وخلاص قفلت بقى استطار ان الجو كان حر جدا والشمس كبدأت ان هي تحمى لان كان حوالي وقت الساعة كان بعد الدهر كده فالجو بدأ ان هو يحرر قوي كان حوالي الساعة كده وحدة الدهر فالجو كان مخلص بقى هدخل بقى دلوقتي طبعا اعمل اول حاجة لغدا لان طبعا الجو الوقت هيعدي علي لو دخلت عملت الاستالة الاول فقلت اعمل اول لغدا عشان طبعا احبني اتغدى حوالي الساعة كيه تلاتة فالحق اعمله وبعد كده اكمل بقت الشقة خلاص جاء اده بقت نظيفة انا كنت بتطلعها فرخة هنا وكنت غسلها كويس جدا جبت بقى الكابة اللي هي اليدوية الحلوة دي طبعا جميلة اوي خفيفة جدا في الايد بصراحة بقيت احبها اوي يعني بس تخفها اكتر كتير من الكابة التانية اللي هي الكهربة الكبيرة بتاعتي جبت كده بصلتين دول كان اخر كان بصلية عندي فقلت بقى بالصراحة بالمرة ايه اعملهم كلهم وهستخدم اللي هستخدمه والبقى هشيروا في الفريزر بشوية ملح وقت محتاجهم بقى اخذ منهم وخلاص هضربهم وبصتوا هي الكابة جميلة جدا بس انا هنا كنت حطيت كثير اوي او كم واحدة فخدت مني شوية وقت على ما تفرموا لكن انت لو حطت بصلايا او بصلتين صغيرين هيتفرموا بسرعة جدا بس ايه برضو فرمتهم عادي بس خدت مني شوية توقتي صغيرين اوي بصوا جميلة جدا وبتفرم بقى طبعا على مزاجك يعني تفرمي بقى كبير صغير عايزة تفرمي جامد طبعا برحتك هنا بقى هتلع كده البصل يعني هستخدمه وهتلع كده كم معلقة بصل كده والبقى دوات بصوا حطتوا عليه شوية ملحكة صغيرين وهشيلهم في علبة في الفريزر وقت بقى ماحتاجهم هتلع منه واستخدمه انا طبعا مش حتى كتير هو تخزينه بيقوله غلط يعني تخزين البصل غلط فانا عشان كامش بخزينه كتير انا بس ايه دلوقتي عشان انا كان هم اخر كمبه صلايا عندي فقلت ادرون كلهم بالمرة بقى احنا في الكبة واشيلهم هما برضو انا عامل معايا حبة حلوية هنا بقى هجيبي الحالة اللي انا هعمل فيها الخضار بتاعي هحط شوية بصل صغيرين والبقى هبهره هحط عليه شوية حبهان وفلفل اسويج وشوية ملح وهبدأ ان انا هبهر كده الفرخ قبل ما مسلوها الخطوة دي حلوة جدا وبتفرق جدا جدا في طعم الفرخة او طعم الفراخ يعني بتديها طعم حلو قوي وبتخليها كده مسكرة وحلوة بصوا بقى هنا يعني كأنك بتخسري الفرخة كده يعني هدعك الفرخة كلها بقى بالبصل كده بالفلفل اسود بالملح بالحبهان طبعا الحبهان يكون مطحون وبعد كده هقفل بقى الفرخة عشان برضو يكون شكلها كده حلو لما نيجي نتغدى هروح بقى كده بتجاز على طول هحط بقى معلقة زبدة على البصلية الصغيرة زي وهنا كنت بقى محضرة المية بتاعت الفراخ اللي انا هصلوها فيها كنت حتى بقى لورة وشوية حبهان صغيرين وحطت دلوقتي كده فلفل اللي هو الابيض هنا كنت مطلعة كيس صلصة فما حطتوش كله فحطت شوية صغيرين كده على البصلية بعد ما دبلت كيس شوية او صفرت وبعد كده هنزل بكيس سبانق انا كنت مخزنة سبانق كنت مخزنة حوالي ثلاثة كيس فاحنا بصراحة منحبش السبانق قرص في الصيف يعني فانا قلت ده كان تقريبا اخر كيس عندي او فيه كيس كمان قلت بقى اعملها كده قبل ما الجوي حرر اول لاني انا مش بنحبها خلص في الصيف هنا طبعا عملت الرز اللي هو واحدة واحدة ما جبتوش معاكو وانه طبعا يعني الرز ده هسهل قوي وهنا حمرت الفراخ عادي وهنا حطيت بقى خلاص السبانق بس كده بعد ما تغدين طبعا غسلت الطبقين طبعا هم كانوا طبقين بس كده صغيرين ما كانش فيه موعين كسير دعني فعشان كيا ما صورتش حاجة في المطبخ بعد ما خلصت بقى الغدى واتغدينة وكده دخلت بقى كده على الصالة اول حاجة جدت على البوفي شلت المفرش بتاعه وبعد كده هبدأ ان انا امسحه كويس جدا بالجلانس كده وفوتة طبعا برضو كان فيه تراب كتير جدا جدا لاني الرخام ده لونه اللي هو الاخدر الهندي ده او الزيتي يعني فبرضو بيلم ترابي وبيبين في التراب جدا خلاص كيا ما صحت بقى البوفي وبعد كده هفرش بقى المفرش همسح بس كده الحاجة اللي علي الأول وبعد كده هفرشها خلاص كده بقى بعد ما خلص البوفي هدخل بقى كده على الديفريز اللي انا حطاه بصراحة في الصفرة لاني مالوش مكان خالص في المطبخ عندي وبرضو مالوش مكان تاني في اي حتة غير في الحتة دي فهي حلوة جدا من نسبة لنا يعني مسحته برضو كده على طول وفرجت المفرش بتاعه هدخل بقى كده على الصفرة هشيل الأول الكراسي انا مش هشيل السجادة بتاعتها كاملة يعني انا همسح كيا نصها مش شرط ان انت تشيل السجادة بقى او تهدي في حيلك يعني او تشيل السجاد كله اللي حاجة اللي انت حاسة ان انت مسلا ما فيش اا فيها قاعدة كتير او مش بيبهدلها كتير اا ممكن ان انت تتبسح كاملة على الوش مش لازم نحن نشيل بقى ونهد في حلنا يعني المهم دلوقتي انا جيت كده جبت فوتا ومسحت كده الصفرة كويس جدا اا وجبت بقى المكنسة وهبدأ اكنز بطبعا الارض بقى بالمكنسة بسطوا بقى هنا الشمس كبدأت ان هي اا تدخل ازاي بقى البلكونة اا زي ما بقولكو بتيجي عندي من بعد الدهر بقى وتفضل فيها لغاية مسلا حوالي الساعة خمسة كده اا على ما تروح هاكنز طبعا بقى الارض كلها بالمكنسة كويس جدا ومن تحت الصفرة طبعا بس وبعد كده هجيب بقى المساحة وهبدأ ان انا امسح تحت الصفرة كويس هفرج بقى كده المفرج بتاع الصفرة بصراحة بحب هفرج مفرج جدا عليها بحس ان هو ايه اا بيحافظ عليها وكمان بيدي شكل حلو هحط بقى السطنية بتاعت الصفرة اللي انا هحطاها عليه ليد كوردي اا وبعد كده هشيل بقى نص السجدة بتاعت الصفرة وبعد كده همسح من تحتها كده هحط الكراسة بتاعتها لاني طبعا الكراسة بنزلها تحت في المستوى اللي تحت اا فبتزحم الدنيا عندي وانا ايه عايزة اا اخلص بقى الشق كده هشيل بس كده نص السجدة وهمسح بقى من عند البلكونة لغاية بقى لغاية المستوى بتاع الارض اهو بالشكل ده كده خلاص بقى اول ما تنشف هنزل بقى استجادة تاني مكانها اا واشوف بقى تحت بسطنة كان عندي اا دور كده هدوم كتير كنت برضو ده كنت لماه قبل مسافر اصلا اسكندرية فبصوك عندي كمية غسيل كتير اوي بس الحمدلله كنت نديفة يعني فطبقتها ودخلتها مكانها اا في الدوليب وبعد كده هبدأ ان انا اا انفض كده لركنة وهفرش المفرش تاني بتاعتها وهرص المخدات تاني عادي وما فيش اي حاجة كان في ورقة تحت المفرش طبعا شلتها لما شفت الفيديو اني مخدتش بالي منها وانا بروأ الارض هشيلك يا بقى الاستجادة دي كنت تفرشيها عشان تدفي الارض لما الجو كان ساعة الفترة اللي فاتت دي فطبعا دلوقتي خلاص الجو بقى حلو جدا وبدأ انه كمان يحرر شوية فطبعا شلتها خلاص وهبدأ ان انا اواسطا بقى الاستجادة تاني في الارض هكنسها الاول كابل المكنسة لان طبعا بيكون فيها زمانتو شايفين كده حاجة كتير وطبعا تراب كتير فبدل ما نفضها يعني المكنسة بصراحة بتلم كل حاجة من عليها وبتخليها طبعا نزيفة هبرومها بقى زمانتو كده شايفين وبعد كده هشيلها يعني هنفضها برضو كده وهي وقفة كده وبعد كده هكنس طبعا الارض وهامسح برضو الارض انا اصلا نهارده اعتبر انا عملت الشقة كلها بس بصراحة صورت معاكم بس لحد كده بس ما صورتش بقتل بقيت التور او قط النوم لان كنت تعبت جدا والتصوير كمان بياخد ده وقت قوي قوي ويعني مسلا لو انا بعمل الشقة مسلا في ساعتين عشان اصور ممكن اعملها مسلا في خمس ساعات فصعب جدا بصراحة فقلت كده حلو جدا هنا كان فيه منزيل تحت الترابيزة برضو هتطلع دلوقتي مع المساحة كده خلاص كده همسح بقى الارض كويس جدا دلوقتي زمانتو كده شايفين اول ما تنشاف بقى هبدأ افرش السجد خلاص بقى انا كنت كده وقفة كده عند الترقة مستانية تنشاف لان استجدع عندي عشان مط مش لامع فبيبصم قوي يعني انا بصت امسح الارض ومحدش يلمسها الغات لما تنشاف خالص عشان لو حد مشي عليها بتبصم يعني بتعمل بصمات الرجل اللي مشت عليها كده هحط بقى الترابيزة تاني وهفرش بقى المفرش بتاعها وهحط السنية الديكور بتاعتها طبعا مساحتها الاول بفوتة لاني برضو بتلمي تراب شوية وكده خلاص انا فرشت السجادة وطبعا مساحت ترابيزة التلفزيون بس ما صورتهاش لاني مساحتها بعد ما فرشت السجادة خلاص كده كل حاجة عندي بقت نضيفة هدخل بقى دلوقتي عالجوز التاني خلصه واقولك باي باي مع الفي سلام